بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين أحبة العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم حول ضابط الاشتغال وأحكام الإسم المشغول عنه في الدرس السابق ذكرنا بصورة مجملة عن هذا المبحث ومواحث التي ترتبط بهذا الموضوع لكن بصورة مجملة قلنا أن هذه المطالب تنقسم إلى قسمين منها ما يتعلق بالتعريف والضابطة لنفس الاشتغال والقسم الثاني ما يتعلق بأحكام وأحوال الإسم المشتغل المشغول عنه وقد ذكرنا في الدرس السابق تعريفا إجماليا عن الاشتغال وكذلك ذكرنا الأركان في الاشتغال وقلنا أن الأركان في الاشتغال هي ثلاثة الاسم المشغول عنه وهو الاسم المتقدم المشغول وهو العامل المتأخر والمشغول به وهو الضمير الذي انشغل العامل به وذكرنا كذلك شروطا للمشغول عنه والمشغول ولكن الضابط والتعريف الذي ذكره المسنف بصورة مفصلة ونحن أشرنا إليه ذلك في الدرس السابق ولكن هذا اليوم المسنف يريد يذكر هذا التعريف والضابط بصورة مفصلة ومع الأمثلة موضحة للطالب قال المسنف وضابط هذا الباب أن يتقدم كما هو التعريف المشهور أن الاشتغال في تعريفه أن يكون هناك اسم متقدم وعامل متأخر والعامل منشغل بضمير هذا الضمير يعود إلى ذلك الاسم المتقدم بحيث أنه لو فرغ هذا العامل عن هذا الضمير لنصب ذلك الاسم المتقدم على هذا المعنى المسنف قال وضابط هذا الباب يعني التعريف هذا الباب للاشتغال أن يتقدم اسم ويسمى هذا المشغول عنه ويتأخر عنه فعل عامل في ضميره يجب أن يكون هذا العامل يتأخر عن ذلك الفعل اسم ولكن يكون مشغولا عن الاسم ويكون مشغولا بالضمير ويكون ذلك الفعل بحيث لو فرغه وخلي من ذلك الاسم المتقدم من ذلك المعمول وصلت من المعمول يعني من الضمير العايد إلى ذلك الاسم وصلت على الاسم الأول وهو المشغول عنه لنصبه وذكر المسنف ثلاثة أمثلة المثال الأول قال زيد ضربته فهنا تلاحظون أن هذا التعريف ينطبق على هذا المثال الاسم المتقدم وهو زيد والفعل المتأخر وهو ضربته والضمير المشغول به وهو المتصل به ضربته فهنا لو فرغ هذا العامل عن الضمير يعني لو قدر مثلا هذا العامل قال مثلا الشخص ضربت زيدان فصار هنا ضربة فرغة من الضمير ونصب هذا الاسم المتقدم مثال ذلك زيدان ضربته قال المسنف ألا ترى أنك لو حذفت الهاء وهو الضمير من آخر الفعل ضربته وصلت ضربت الفعل على زيدان لقلت زيدان ضربته تلاحظ هنا بعدما فرغ الفعل من ذلك الضمير الهاء المتصل به فصار الاسم المتقدم منصوبا بهذا العامل الفارغ ويكون زيدان مفعولا مقدما تقول زيدان مفعولا مقدما ضربته فعل وفاعل عاملا متأخر وهذا مثال ما اشتغل فيه الفعل بضمير الاسم هنا مثلا عندما قلت زيدان ضربته هذا الفعل ضربته عاملا لكن هذا مشتغل بماذا بضمير هذا ضمير يعود إلى الاسم المتقدم ومثاله أيضا زيدان مررت به فإن الضمير وإن كان مجرورا به بالباء إلا أنه في موضع نسبا بالفعل هنا كذلك يكون موضوعا بالنسبة الفعل لأنه الجار والمجرور في محل النصب عندما تقول مررت بزيدين هنا يعني مرور بالزيد فيكون التصاق والتقارب المرور من الشخص إلى الزيد فيكون بزيد جار مجرور يكون متعلقا بالمحذوف والمحذوف يكون مفعولا به لمررته ومثالا ما اشتغل فيه الفعل باسم عاملا في الضمير هناك أحيانا الرابط لا يكون الضمير ولا يكون الحرف الجار مجرور بل يكون الإضافة هناك اسم هذا الاسم من المتعلقات ذلك الاسم المتقدم لكن هذا الاسم المتعلق يكون مضافا إلى الضمير والضمير يعود إلى ذلك الاسم المتقدم فلذلك قال نحو قولك زيدا ضربت أخاه فهنا أخاه من متعلقات الاسم المتقدم ولكن أضيف إلى الضمير والضمير يعود إلى ذلك الاسم فإن ضرب عاملا في الأخ نصبا لأنه ضربت أخاه أخاه يكون مفعول به لضربته على المفعولية والأخه عاملا في الضمير خفضا بالإضافة فالأخ هنا أضيف إلى الضمير العايد إلى الاسم المتقدم فصار هذا الاسم مجرورا محلان هذا الضمير مجرورا محلان مخفوضا بالمحل إذا تقرر وتبين فهنا قبل أن نذكر هذا الشيء نذكر ملخصا أن في الاشتغال بين العامل والاسم المشغول عن لا بد من رابط والرابط يحصل من أحد أمور ثلاثة إما أن يكون هناك ضمير يعود إلى ذلك الاسم المتقدم مثل زيدا ضربته فالهؤون رابط بين العامل والاسم المتقدم وإما أن يكون الرابط ضمير متصل ضمير متصل بالعامل وإما أن يكون الضمير منفصل من العامل يعني مثل به زيدا مررت به هنا ضمير لكن متصل بالعامل وإما أن يكون الرابط وإما أن يكون الرابط اسم مضاف إلى الضمير العائد إلى المشغول عنه إذن الرابط بين العامل والمشغول عنه ثلاثة أمور كما ذكرناها قال المستنف إذا تقرر هذا هذا التوضيح بالنسبة لأمثلة الإشتغال يقول يجوز في الإسم المتقدم هنا من حيث الإعراب إذا تريد أن تعرب عندما تقول زيدا ضربته أو زيدا ضربته هنا بإمكان المعرب أن يعرب هذا الإسم المتقدم هو زيد ثارة بالرفع وثارة بالنصب ترفعه ليكون مبتدأ فإذا كان مبتدأا يكون الجملة بعد يكون خبره تقول زيدا ضربته فزيدا مبتدأ مرفوع مبتدأ ضربته فعل مفاعد مفعول به والجملة في محل الرفع خبر لمبتدأ زيد هذا إذا قرأ إذا أعربته بالرفع وإذا نصبته فيكون نصبته بعامل مقدر تقول زيدا ضربته في الحقيقة أنه قدرت العامل المقدر المحذوف ضربته زيدا ضربته فهنا ضربته الأول العامل هو حذف لأنه العامل الثاني المذكور مفسر لذلك العامل الأول المحذوف ولا يمكن ذكرهما معا لماذا؟ لأنه يستلزم إجماع أو إن اجتماعه المفسر والمفسر وهذا لا يجوز طالما المفسر ليوجد لا يحتاج إلى المفسر أو من البداية إذا نذكر المفسر نذكر المفسر العامل أولا فنحتاج إلى ذكر المفسر أيضا فإما كلا إما فبد يكون أحدهما إما المفسر أو المفسر فلذلك قال يجوز في الإسم المتقدم هو المشغول عن إعرابان العراب الأول أن يرفع بالابتداء وتكون الجملة بعده في محل رفعا على الخبرية كما ذكرنا المثال وعربناه والثاني ويجوز أن ينص بفعل محذوف وجوبا قلنا أن هذا الفعل العامل محذوف واجب لأنه إذا لم يحدف فيستلزم ذك اجتماع المفسر والمفسر يفسره الفعل المذكور مثلا ضربته فلا موضع للجملة حينئذ لأنها مفسرة والمفسر كالجملة المطردة لا محل له من الإعراب أما المصنف يريد يوضح أكثر أنه كيف تقدر الفعل العامل لنصب الإسم المشغول عنه قال وتقدير الفعل في المثال الأول ضربت زيدا تقول ضربت زيدا ضربته هنا قدرت ضربته ويكون عاملا لنصب زيد وفي الثاني في المثال الثاني جاوزت زيدا مررت به هنا القاعد أنه في سورة حذف العامل هنا يجب أن يكون الفعل المفسر مطابقا لنفس الفعل المحذوف إذا لم يختل المعنى لكن إذا يختل المعنى فلابد من تغيير الصغة أو تغيير الفعل بفعل آخر لكن يفيد نفس المعنى هنا قال في المثال الثاني جاوزت زيدا مررت به لم يقل مررت زيدا مررت به لماذا قل لأنه إذا قلت مررت فهذا مررت لا يمكن أن يتصل بالفعل لماذا لأن مررت فعل لازم والفعل اللازم لا يتصل بالفعل بالمفعول به ولذلك بدل مررت جاء جاوزت جاوزت فعل متعد قال ولا تقدر مررت لأنه لأن مررت لا يصل إلى الاسم بنفسه لأنه لازم والفعل اللازم لا بد أن يتعد إما بحرف الجار أو مثلا بألف التعدي وما شاب ذلك وفي الثالث في المثال الثالث أهنت زيدا ضربت أخاه هنا كذلك لا يمكن أن تأتي بضربت المحدوف بل تأتي بدله بدل ضربت أهنت لأن هنا الضرب حصل على أخ زيد ولا على نفس زيد ولذلك قال ولا تقدر ضربت لأنك لم تضرب إلا الأخ فالأخ هو المهان هو المضروب فلابد أن تأتي بالفعل للإهانة تقول أهنت زيدا كيف كيف نعرب بسورة كلية المصنف ذكر أن هناك ثلاثة حالات ولكن هذه الحالات الثلاثة كل حالتين منها تنقسم لقسمين فالمجموعة يصير ستة أحوال الحالة الأولى أن يكون الإسم المتقدم أن يكون له ترجيح النصب زيدا ضربته زيدا هنا مرجح للنصب عندما يقول مرجح للنصب يعني يجوز أن يكون مرفوعا لكن النصب أرجح هذه الحالة الأولى والحالة الثانية أن يكون الاسم المشغول عن واجب النصب في موارد خاصة هناك عوامل خاصة تتركب مع الجملة عند إذن يجب أن يكون ذلك الاسم منصوبا الحالة الثالثة مرجح الرفع يعني يجوز أن تنصب الفعل أن ترفعه ولكن الرفع الرفع أرجح أفضل أحسن الحالة الثالثة الرابعة أنه وجوب الرفع يجب أن يكون الاسم مرفوعا أيضا في حالات خاصة سنشرحها في ضمن التوضيحات والحالة الخامسة جواز الوجهين يعني في موارد يمكن أن تقرأ الاسم المتقدم بالرفع ويمكن لك أن ترفع أن تقرأها بالنصب وكذا القراءتين على سوى لأنه لا يوجد أي خلل في الكلام ولذلك يجوز التوضيحات هكذا يقول وقال المسنف وأعلم أن للإسم المتقدم وهو الإسم المشغول عن على الفعل المذكور الفعل المذكور المتأخر عن ذلك الاسم خمس حالات فتارة الحالة أولى فتارة يترجح نصبه زيدا ضربته فتكون النصب أرجح وتارة يجب النصب يكون واجبا إذا كان هناك الفعل من الأفعاد الطلبية فعل أمر مثلا فعل نهي هنا يجب النصب لأن الفعل الأمر والنهي والدعاء كذلك من الأفعاد التي تقتضي المفعول والمنصوب وتارة يعني الحالة الثالثة يترجح رفعه الفعل يكون مرفوعا أحسن أن يكون منصوبا والحالة الرابعة وتارة يجب أحيانا يجب أن يكون الفعل مرفوعا وتارة يستوي الوجهان يعني النصب والرفع في الاسم المشغول عن وهو الاسم المتقدم في باب الاشتغال فإذا هذه حالات خمسة بالنسبة للمشغول عن بصورة مجملة أما التفصيل لكن هنا قبل أن ندخل في التفصيل بالنسبة لكلمة تارة هنا ذكر المستنف تارة يجب كذا تارة يترجح كذا فكلمة تارة عصده تأرة مثل تأرة فهنا من باب الاستعمال كثث الاستعمال الهمزة يسقط يتبدل إلى الألف وصار تارة ويكون تارة جمعه تارة مفرد وجمعه يكون تارات أو تأرة أو تأرة في يكون بمعنى الحين مقطعا من الزمن وتارة معنى مرة يعني حالة واحدة أمر وقوع شيء مرة واحدة إذن هذا من حيث اللفظ تارة معنى قول أما الأول ترجيح النصب في زيدان مثلا تقول زيدان ضربته زيدان منصوب لكن نصبه أرجح فأما الترجيح النصب في مسائل منها مسائل عديدة لكن مصنف ذكر ثلاثة منها أولا أن يكون الفعل المذكور فعل طلب إذا كان الفعل فعل مذكور فعل طلب هنا يكون الإسم المتقدم والمشغول عن يكون من نصبه أرجح لماذا لإقتضاء الفعل الطلب النصب وكذلك لأنه لكي لا يستلزم لكي مثلا إذا رفعته يستلزم الإخبار بالفعل بالجملة الطلبية عن المبتداء لكي لا يستلزم ذلك فلابد أن يكون النصب أرجح ولذلك قال أن يكون الفعل المذكور فعل طلب وهو الأمر والنهي والدعاء كقولك زيدا اضربه فهنا اضرب زيدا مشغول عن اضربه هو العامل المتأخر عنه فهذا العامل يتطلب أن يكون الإسم المتقدم منصوبا والنصب أرجح تقول زيدا اضربه عندما قال أنه النصب أرجح أفضل هذا بمعنى أنه يجوز أن يكون ذلك الاسم مرفوعا زيدون اضربه لماذا لأنه إذا قلت هنا يكون زيدون في حالة الابتداء واضربه ليس لا يكون فعل فعل يمكن أن يكون محلا خبرا للمبتداء هذا بالنسبة للمثال الأمر زيدا لا تهنه لا تهنه هنا لا ناهية تهنه فعل أما نهيا ونهي من الأفعال الطلبية يتطلب النصب ولذلك قال زيدا لا تهنه وجملة اللهم عبدك ارحمه هنا كذلك ارحمه جملة طلبية وهو دعاء يتطلب يتطلب ويقتضي أن يكون الاسم المتقدم منصوبا قال المستنى فإنما يتراجح النصب في ذلك لأن الرفعاء يستلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتداء إذا قلت زيد اضربه هذا يستلزم يستلزم أن يكون أنت أخبرت عن المبتداء لكن إخبارك بماذا مو بالجملة الخبرية بل بالجملة الإنشائية لأن فعل الطلب جملة إنشائية الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتمن كل هذه الأفعال ليست إخبارية بل هي أفعال إنشائية والإخبار بالإنشاء غير صحيحين وهذا خلاف القياس القياس أن يكون الإخبار بالجملة الخبرية لا جملة الإنشائية وهو خلاف القياس لأنها يعني لأن هذه الأفعال أفعال الأمر والنهي والدعاء لا تحتمل الصدق والكذب على خلاف الجملة الخبرية الجملة الخبرية دائما يحتمل الصدق والكذب في العلم النحو وكذلك في علم المنطق عندما تقول جاء زيدون جاء زيدون ها جملة خبرية لكن يحتمل أن يكون المجيء صحيحا ويحتمل أن يكون لا يكون صحيحا لكن إذا قلت مثلا أنصر زيدا لا يحتمل الصدق والكذب هنا إيجادا وإنشاء وليس بإخبار والإيجاد والإنشاء لا يتحمل الصدق والكذب دائما هو إيجاد هنا المصنف يريد يذكر إشكالا ويرد عليه أيضا الإشكال هو أنه قلت أيها إذا كنت مستشكد أن يقول أيها ابن هشام أنت قلت أنه يترجح أن يكون الإسم المتقدم منصوبا فماذا تقول في قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما حيث هنا السارق والسارقة لا يكونان منصوبا بل يكونان مرفوعان والفعل بعد هو فعل أمرا اقطعوا المصنف يقول يعني المستشكد يكمل يقول أن هذا الكلام شبيه الجملة الثانية المعروفة زيدا وعمرا اضرب أخاهما يعني من حيث التركيب تركيب الجملة في قوله تعالى مع تركيب هذا المثال العرف كلاهما سوا فلماذا هناك مرفوعا وهنا منصوب المستند يذكر يرد عليه أولا نقرأ هذا الاشكال قال ويشكل على هذا يعني على ما قلنا أنه الإسم المتقدم يكون منصوبا يعني النصب أرجح في سورة إذا كان الفعل العامل يكون من أفعال الطلبية كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فإنه نظير قولك زيدا وعمرا اضرب أخاهما وإنما رجح في ذلك النصب لكون الفعل المشغول فعل طلب بالنسبة للمثال المعروف المثال العرفي هنا زيد وعمر كلاهما نصبان لأنه الفعل الأمر يتطلب ذلك وكذلك قوله تعالى الزانية والزانية فاجدوا كل واحد منهما هذا المثال قوله تعالى أيضا شبيه المثال الأول قوله تعالى السارق والسارقة هنا إشكالا فلماذا في هذين الموردين الزانية والزانية الزانية والزانية والسارقة هنا مرفعات ولا يكون منصبات والقراء السبع أجمع على الرفع في المودعين يعني المستشكل يريد يؤيد كلامه بأن حتى القراء السبع من القراء القرآن الكريم هم أجمعوا واتفقوا على أن يكون المودعين في الآية السرقة وفي الآية الزنا كلاهما الأسماء مرفعات ولا يكون منصبات فلماذا قلت أنه لابد من النصب أرجح قال المسنف وقد أجيبه رد على هذا الإشكال عن ذلك بأن التقدير مما يطلع عليكم حكم السارقة والسارقة فاقطع أيديهم هنا تقدير هذه الآية الشريفة لابد من تأويل من تقدير وذلك التقدير هو الذي يسبب على أن يكون الإسم مرفوعا لا يكون منصوبا فالسارقة والسارقة في الآية الأولى مبتدأ ومعطوف عليه معطوف عليه والخبر محذوف الخبر ماذا عليكم وهو الجار المجهور عليكم والجملة وفاقطع وهو الأمر جملة مستأنفة الجملة المستأنفة لا عمل للمتقدم فلذلك هنا مبتدأ أن الخبر ليس من باب الاشتغال قال فلم يلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ طالما الجملة مستأنفة والسابق والصارقة معطوف عليه ومبتدأ وخبر هناك جملة خبرية هنا جملة فعلية فعل أمر إنشائية فلا ملازمة بينهما ولذلك هناك رفع وليس بنصب ثم قال ولم يستقم عمل فعل من جملة في مبتدأ مخبر عنه بغيره في جملة أخرى هكذا ومثله زيد فقير فأعطه طلاح هنا زيد فقير فأعطه يقول مثل هذا القول من حيث الإعراب وكذلك وخالد مكسور فلا تهنه هنا كذلك وإن كان فلا تهنه نهي فأعطه زيد فقير فأعطه هنا أمر مع ذلك هنا أيضا مرفوع لأن هذا المكان لا يكون من باب الاشتغال بل يكون هنا من باب المبتدأ والخبر والجملة مستأنفة وهذا قول قول السبوي رأي السبوي هكذا هو الذي يجيب على هذا الإشكال وقال المبرد الموصولة بمعنى الذي قول تعالى الزانيت والزاني فاجلدوا هنا الزاني والزاني أو السارق والسارقة هنا لا يكون التعريف بل يكون للموصول بمعنى الذي والفأوجية بها لتدل على السببية عندما تقول فاجلدوا فاقطعوا هذا يكون فاة السببية كما في قولك الذي يأتين فله درهمون فهنا شرط وجزاء وفاء السببية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها هذا من الموارد التي أنه لا يعمل ما قبلها ما بعدها فيما قبلها وقد تقدم أن شرط هذا الباب أن الفعل لو سلت على الإسم لنصبه طالما الفعل لم يكن مصلة على الإسم لا يكون منصوبا فمثل هذه القولة الآية الشريفة الزانية والزاني وكذلك السارق والسارقة الفعل بعدهما لا يكون مسلطان على بل فعل مستأنف والمستأنف لا يكون عاملا لما قبله هذا المورد الأول في ترجيح النصب للإسم المشغول عنه وهو الإسم المتقدم في باب الاشتغال والبقية إن شاء الله في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة